مرحبا بكم في معهد ماكس بلانك لعلوم الإدراك البشري والدماغ سنعرض لكم بالتفصيل كيف يتم أخذ صور الرنين المغناطيسي للدماغ التصوير لا يسبب أي مخاطر أو آثار جانبية في كل يوم يتم إجراء العديد من الصور لأشخاص من جميع الأعمار بما فيهم الأطفال حيث يتم استخدام نفس تكنولوجيا التصوير لدراسة اكتساب اللغات علينا أولا التحقق فيما إذا كانت جميع المعهد للتصوير المغناطيسي مستوفا تم تعبئة هذا الاستبيان خلال الموجز الطبي ويتم التأكيد عليه مرة أخرى من خلال التوقيع ومن ثم يجب عليك أن تقلع جميع الأجسام المعدنية التي قد تنجذب إلى المغناطيس أن نسيت شيئا مثل العملات المعدنية والخواتم والسلاسل كذلك يجب خلال الحزام جميع المقتنيات تحفظ بأمان داخل الخزانة يجب فحص جميع الجيوب مرة أخرى قبل الدخول إلى غرفة الرانين المغناطيسي في الغرفة نحن نفسر كل تفاصيل التصوير المغناطيسي أولا يجب أن تخلع حذائك الجهاز يزر الكثير من الضوضاء أثناء التصوير لذلك يجب عليك أن ترتدي سدادات الأذن لحمايتها وبالإضافة إلى ذلك يتم وضع وسادة خاصة للتقليل من الضوضاء إذا كنت تشعر بعدم الارتياح أو كنت تريد أن يتم توقيف أو إلغاء التصوير فقط يمكنك الضغط على كرة السلامة ثم يتم إيقاف التصوير ويمكننا أن نتحدث معك عبر المايكروفون من المهم جدا أثناء التصوير الاستلقاء وعدم التحرك على الإطلاق في منتصف التصوير نتوقف قليلا يمكنك أثناءه التحرك قليلا سنعلمك بتلك اللحظة هل لديك أي أسئلة أخرى؟ نحن سعداء للرد عليها على السرير نحن نساعدك على وضع أدوات حماية السمع بشكل صحيح يمكنك أن تسلقي بشكل مريح مع الوسائد الناعمة في المكان المخصص للرأس لا يسمح بوضع اليدين أو الساقين فوق بعضيهما أثناء التصوير كذلك يتم وضع وسائد إضافية لجعل كل شيء مريح بالنسبة إليك نحن نضع علامة من خلال لصق كابسولة فيتامين على الجهة اليسرى من الرأس الأمر الذي يساعدنا على تحديد الاتجاهات في الصغر يتم وضع الجزء العلوي من الخودة ويمكن للتصوير أن يبدأ تقريبا إذا كان الجو باردا بالنسبة لك نحن نقدم لك بطانيات مختلفة يتم وضع كرة السلامة حيث يمكنك ببساطة الوصول إليها ولكن يمكنك أيضا الإمساك بها يمكنك مشاهدة فيلم عبر المرأة أثناء التصوير حيث يمكنك اختيار الفير ولكن للأسف من دون سماع الصوت يتم تغطية الجزء المكشوف من الجلد لاختيار وضعية دقيقة أغلق عينيك لفترة وجيزة الآن يتم تحريك السرير إلى منتصف المسافة من الجهاز هل أنت بخير؟ هل كل شيء مريح لديك؟ ثم يبدأ التصوير ويتم إغلاق الغرفة يمكنك الآن الاسترخاء في داخل ومشاهدة الفيلم أثناء التسجيل هناك كاميرا تسمح لنا بمشاهدتك وأنت في الداخل بعد بضع ثواني الصور الأولى من الدباغ تصبح مرئية الصور الهيكلية تظهر بوضوح الأجزاء المختلفة من الدماغ يتم دمج الصور إلى صورة ثلاثية الأبعاد نتحدث إليك إخلال المستراحة يمكنك إخلالها التحرق قليلا يتم الانتهاء من التصوير قبل نهاية الفيلم يتم إخراج السرير ويتم إزالة المرأة والخوذة ترجمة نانسي قنقر الآن يمكنك إزالة سدادات الأذن والانتهاء من التصوير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر